من البحر تؤتى اليمن دائماً ومن البحر دائماً يتغذى الإرهاب الحوثي على شحنات الأسلحة الإيرانية المهربة على أمواج المياه المالحة في البحرين العربي والأحمر معلومات حديثة تشير إلى استمرار أنشطة تهريب الأسلحة الإيرانية في المياه اليمنية والإقليمية مع نقل القوات البحرية الأمريكية عدداً من بوارجها بعيداً عن المياه الدولية اليمنية وسمح هذا الفراغ الطارئ بفتح مجال بحري متاح وفسيح تتخذ إيران من مياهه المنفلتة أمنياً ممرات سرية وخطوط تهريب لأسلحتها المحضورة بقرار أممي إلى الحوثيين وعلى الرغم من وضع تحالف دعم الشرعية الأمن البحري في اليمن تحت مجهر الترصد الدائم والرقابة من الجو يرى مراقبون ضرورة تكثيف دوريات الرقابة البحرية بشكل دائم في خضم الماء وعلى طول الساحل اليمني وكانت القوات البحرية الأمريكية ضبطت العام الماضي ثلاث سفن مموهات ومجهولة الهوية وهي في طريق تهريبها لأسلحة إيرانية نوعية وعالية الخطورة إلى ميليشيا الحوثي بالحديدة وتؤكد الأسلحة المضبوطة تطوير برنامج صناعة الصواريخ الإيراني لقدرات منتجاته المخصصة للحوثيين من سلاح الجو العابر للفضاء اليمني وباتت الصواريخ الباليستية وكروز الإيرانية تهديدا مباشرا أشد خطورة على الأمن الإقليمي والملاحة الدولية بعد تجاوزها مدى الألف كيلو متر في مسافة الاستهداف ما يجعل دول الجوار الخليجي على مرمى حجر من الخطر الإيراني الحوثي إضافة إلى ذلك فإن شحنات الأسلحة المهربة خلال العام الماضي والتي تمكنت شبكات تحريبها من التسلل بها بحريا إلى ميناء الحديدة والصليف تمتاز بدرجات عالية من الدقة في إصابة الهدف ولأبعد مسافة متوقعة خارج المجال الجوي لليمن ترجمة نانسي قنقر